السلام عليكم لدي تلاميذ السنة الرابعة متوسطة وان شاء الله بفضل الله تعالى وجوده ومنه وكرمه ردي نديروا الاختبار للفصل الأول بسم الله على بركتي اللي هنبدأ الله مصلي وسلم وزير وبارك على سيدنا محمد وعلى عين وسعبه أجمعين بوم إذا تقرأوا معايا بليز My aspiration to become an education teacher dates back to when I was an elementary school قالك طموحة تتاعي باش نقولي أستاذ كان عندي من اللي كنت في المدرسة الابتدائية Now that I have grown up and find myself having to make important career decisions قالك دروك كي كبرت راني صبت روحي مضطر باش نتاخد قرارات مهنية مهمة I realized that I wish to become a special education teacher قالك أدركت بلي إن يلاقلي إن يلاقلي إن نولي أستاذ في التربية With more realistic perception of life مع أكتر حاجة زعم يلاقلي إن نكون واقع بزا في الحياة There are several reasons why I choose this career path قالك كانت بزاف عندي العديد من الأسباب اللي خليتني نختار هاد المصار تاع الوظيفة تاعي First of all, while I was a teenager I worked as a teacher at in my parents private school قالك كي كت صغير خدمت مدرس مساعد في المدرسة التاليبان تاعي الخاصة So I'm familiar with the responsibilities of teacher أنا يا صفي كبرت عندي مسؤولية تاع المعلم مسؤولية تاع المعلم I observed my parents while they were working and helped them with some of their tasks قالك كنت نراقب والدية في الخدمة تاعهم وكنت نساعدهم في بعض المهام تاعهم Additionally, I'm ambitious قالك بالإضافة أنا يا شخص ambitious يعني طموح innovative يعني مبتكر creative creative and hard working يعني أنا يا عندي أخلاق ومشتهد person إذا أنا شخص شخص ambitious innovative creative and hard working person يعني أنا شخص طموح مبتكر خلاق ومشتهد أوكي؟ Finally, أخيرا I want to become a special education teacher because I will come to challenge of educating physically impaired children قالك أخيرا أنا عندي باغي نولي أستاذ مدرس خدش راني باغي نتحدى باش نقري الأطفال المعاقين المعاقين جسديا جاين paraplegic I understand the hardships of this this fence of work أنا نعرف الصعاب باللي غادي جوني في العمل التاعي على باله باللي الصعاب اللي غادي جوه في العمل التاعي but I'm not afraid of the challenge بصح ما نيش خايف من التحدي I believe that every student is special in many ways and the opportunity to help them discover themselves قال لك راني مأمن باللي كين كل واحد طالب عنده مكانة خاصة باش وعنده فرصة باش نساعدوه باش يكتشف نفسه اوكي in a blessing in a blessing يعني is a blessing يعني هي نعمة كبيرة however I have to complete my education fast to get that قل لك بالصح إلاقلي مع ذلك عليها باش نكمل التعليم التاعي أولا باش نوصل لهذا الموصل لاني باية after I graduate بعد اللي نتخرج I hope that one day I will be able to open special education establishment where kids will be able to gain valuable knowledge قل لك بعد ما نتخرج يعني متمنى باش نتمكن يوم باش نفتح مؤسسة تعليم خاص باش نخلي الأطفال يكتسبوا المعرفة القيمة كما نقولوا هنا لال knowledge باش يستكتسبوا المعرفة make friends باش يديروا أصدقاء discover patience and realize their ambitions قال لك باش ambitious قال لك باش يكونوا الصدقات ويكتشفوا هذا الشغف يكتشفوا الشغف التحهم والقدورات التحهم والطموحات قال لك my father and my mother are teachers بيومها مدرسان أساتيدا they have devoted all their life to this career قال لك هما كرسوا قحيتهم لهذا المهنة I shall fulfill my childhood's dream and follow my parents step in this noble field قال لك غادي نحقق الحلم مع الطفولتاي ونتبع الخطوة التعوالية في هذا المجال النابيل اوكي هننروحو لأسئلة عن نص قال لك I say if the following statements are true or false or not mentioned هنا for reading comprehension بسنقولوا إلا كان صحيح ولا خطأ ولا غير مصرح به the writer's dream job was an aspiration and an ambition from his early age اسكو كان كان هاد الطموح تاعه ملي كان صغير هاد الكاتب كان عنده هاد الطموح تاعه ملي كان صغير هاد المهنة نديرو true ملي كان صغير قال لك مين قال لك I was in elementary school ملي كان في primary school ولا elementary school يعني الابتدائية the writer has already experienced and got familia with the field of teaching اسكو كانت عنده الكاتب هاد المهنة تاع teacher ملي كيما نقولو حنية عندها تجربة وعندها كيما نقولو حنية وعاك كانت عندهم والدية كسمو هادك بدرسة تاع خاصة اوكي هنا قال لك the writer intent to open special establishment for disabled children اسكو يعني disabled children يعني عندهم شو القدرة paraplegic اسكو كانت الامنية بشي حل المؤسسة بشي يقرر هادو paraplegic children نديرو true اوكي هنا قال لك I match each idea with its corresponding paragraph كل idea فكرة نديروها هنا الparagraph 1 2 3 4 اوكي نربطها هنا قال the reason the reasons why the writer has chosen teaching teaching هنا paragraph هم كتبين paragraph number 1 هذا و بعد هذا 2 و بعد 3 وهذا 4 صفي اوكي ربعة على paragraph ربعة sections عدنا ضربط عدنا the reasons why the writer has chosen teaching teaching شوال la raison الاسباب اللي خلات la writer الكاتب يخير يقرر التعليم شوال وين هم كاتبينها هم كاتبينها في paragraph number 1 okay la reason يعني la raison شوال مش number one هم كاتبها في number two okay the writer's ambitions to be an educator قال لك الشوال الطموح التاع منت كان عندها الطموح بش يولي أستاذ هنا في paragraph number one هنا i was in elementary school يعني كان في ابتدائي كيف يولي أستاذ هنا قال لك the writer's strong desire to follow the career path of his parents قال لك الطموح الكبير القوي اللي كان عند الكاتب باش يتبع المهنة تاع والدي هي هنا هذا اللي قال لك كان عندي شغف وباش نقول كما والدي هنا number four اوكي وانا يقال لك a special school for special children متاهدر على الهدك 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 الهدوك الاحتياجات الخاصة هدرها هنا ها هدرها في paragraph number ورا هي وا I hope that one day I will be able هي I will be able to هي number three قال لها في paragraph number three اوكي درك انا قال لك I pick from the text three adjectives describing the writer's personality عدنستع نجبدو ثلاثة تعليز adjectives ثلاثة تعصيفات اللي يوصفونا الكاتب هنا يا شاعدنا عدنا ambitious طاموح innovative creative and hard working عدنا ربعا خيروا منهم ثلاثة اوكي نروحو دروك عند I match each word with its correct meaning غادي نربط كل كل كلمة مع المعنى التاحة هنا innovative innovative يعني كما نقولو حني حاجة نبتكرها ابتكر شي ولا هي creative in thinking اوكي هي creative يوح دكرية حاجة in thinking هنا the hard ships صعوبات صعوبات هي sever suffering هي المعاناة الشديدة هنا ambitions هي الطموحات الطموحات هي to achieve and reach your goal باش تحقق باش تحقق كما نقولو حنا يا توصل لله التحقق وتوصل للأهداف التوع أنا قالك to falfal to falfal يعني باش كما نقولو نحقق باش نحقق باش ننجز هي desire to improve your statue يعني باش تبرز شخصية تاك نروح وضروك عند mastery of language I give the right form the verbs between brackets غادي نديرو هادو بين قوسين شوفوا هلدي هنا كان while يعني غادي نستعمل past continuous past continuous past continuous يتكون من where وال was plus verb plus ing okey الweer تمشي مع you we they والwas تمشي مع I she he it I was she was he was it was you were we were they were plus الزرب بتاعنا plus ing هنا can y بينما كنت نقرأ at the secondary school my best friend died صاحبي مت كي كنت نقرأ secondary school تنوي صاحبي مت because of series ms ب مرض عدال ok هنا while i was while i was studying studying شوفوا هذه تزيدو لها ing studying when i while i was studying at the secondary school my best friend died نزيدو الها غي علاه ما ندلوش was died ضايد 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 يعني حاجة بس قطعتها قطعتها في الماضي والذي ضايد في الماضي i changed my and goals i've set بدلت للكسم الهدف تعي اللي كنت ديرهم i شوالا decide to become successful doctor to help the suffering humanity قل بدلت للكسم الهدف تعي i decided ما كش while انا نديرو id i decided i decided i decided to become a successful doctor صحيح هنا يا قل لك i put the capital letters and the right punctuation where necessary هده نديرو ان انا كسم الماجس كلو اوكي هنا يقل لك when دائم نستعم الماجس كلو when محمد بنستعملو الماجس كلو هنا يا محمد finished his specialty abroad يعني في الخارج he كمل speciality تعه في الخارج نديرو فاصلة he returned to Algeria Algeria نديرو majisc فال a okay to serve his country his country ونديرو النقطة سفي واحدة زوج ثلاثة أربعة عنا خمسة وان في الماجس كلو m ونديرو الفاصلة Algeria وانا country okay هنا اي classify these words according to the pronunciation of their final ed هنا هده نديرو final ed وانا تكتبوها انتو ما مش كما انا درتها okay هنا يقول لك worked تابعوني worked انا درناها هنا هنا they devoted devoted هنا observed هنا نطقنا d هنا devoted و هنا helped okay هنا helped شوفوا الاجوبة يكون هنا ك الاجت ك هنا worked helped devoted okay هنا يمكن في الكتاب المدرسي راني شرحتها واحدين تشوفوا الكتاب المدرسي تعرفوا مين تتقد d 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 و هنا يقول لك written expression in the example of english your teacher asked you to write a paragraph about your profile قلت لك في الاختبار تغل الإنجليزية أستاذ تغل لك سألتك كيف تكتب على ال profile تعرف على نفسك you have to describe your personality and talk about your interests and your dream job سألتك على شخصية والاهتمامات وعلى الحلم الوظيف لك سألتك use the following cues هذه present yourself سألتك نفسك describe your personality using adjectives سألتك adjectives كما لدينا هنا سألتك الشخصية what are you interests شتبغي باش أنت انت رسي did they affect your choice أشارك باري نتايا باش ركما باش تقول مستقبلا dream job dream job شارك باري تقول reason reasons why you you've you've chosen it شاونا لي خلاك باش تتخير هاد المين كيف اش تدير بو المقدمة اللي كتبوها لك نتديرها مقدمة in the exam of English my teacher asked me to write a paragraph about my profile I have to describe my personality and talk about my interest and my job my dream job السيدة في الاختبار سألتني باش ندير نهضر على نفسي ونهضر على الانترست وmy dream job والحلم الوظيفي hi everyone مرحبا جميعا my name is تكتب اسمك I'm 14 years old في عمري 14 عام I'm from and I live in now I'm writing to tell you about me I'm cheerful and full of life أنا مبتهج وملئ بالحياة I'm helpful and honest أنا صادق أنا متعاون وصادق but sometimes I'm messy and nervous بسا خطرات نكون فوضوي ومناري I have always wanted to become a doctor يعني بغي يعني بغي نولي دائما الحلم التعي بش نولي طبيب I will work for treating and healing of poor patients in my small village يعني بغي نعالج المرضى اللي في القرية الصغيرة I'm going to try to do my best to become a helpful person هرني بغي ندير كأكل ما بي وسعي بش نكون إنسا متعاون It is the biggest dream in my life هذا هو الحلم الكبير تعي في حياتي وبهذا نكون قد أنعينا ال إختبارتانا إن شاء الله يا ربي تكون إختبارات بردا وسلاما على قلوبكم يا ربي وقلوبنا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يتبتكم ويسدد خطاكم إن شاء الله وما تنسوا ليش بجمع اشتراك في القناة ربي يحفظكم وديدتي وحظ موفق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته